موسيقى 28 مليون و204 و255 ناخبا موزعين على 12 496 لجنة فرعية وتضم المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 222 مقعدا بالنظام الفردي يتنافس عليها 2847 مرشحا بينما يتنافس 195 مرشحا على 60 مقعدا بنظام القوائم مع تواصل إدلاء المصريين بالخارج بأصوات في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية يبدأ أكثر من 27 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم من خلال 12496 لجنة فرعية في 13 محافظة أبرزها العاصمة القاهرة المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تضم 222 مقعدا بالنظام الفردي يتنافس فيها 2847 مرشحا بينما يتنافس 195 مرشحا على 60 مقعدا بنظام القوائم فتتنافس في قطاع القاهرة ووسط الدلتا أربع قوائم على 45 مقعدا هي في حب مصر والتحالف الجمهوري واتلاف الجمهة المصرية وطيار الاستقلال أو في قطاع شرق الدلتا ومحافظات القناة وسيناء تخوض الانتخابات قائمة في حب مصر بشكل منفقد على 15 مقعدا وتطل فوزها بالتسكية حصوله على 5% من إجمال الناخبين المقيدين بالقطاع وعلى مدار اليومين الماضيين تسلمت قوات التأمين اللجان الانتخابية حيث انتشر أكثر من 160 ألف عنصر من القوات المسلحة لدعم الشرطة والتي تشارك بنحو 150 ألف شرطية وذلك للعمل على خروج العملية الانتخابية بشكل آمن كما كثفت قوات الأمن من عمليات الانتشار والتمركز في الطرق والميادين إضافة إلى تعزيز نقاط تأمين المنشئات الحيوية في كافة محافظات الجمهورية بينما تشارك القوات الجوية بطلعات الاستطلاع والمراقبة الجوية لمتابعة سير الانتخابات ونقل صورة حية إلى مركز العمليات الرئيسية للقوات المسلحة أو في شمال السيناء تسلمت قوات الأمن اللجان وتم فحص محيطها خشية زرع متفجرات إضافة إلى إجراء تأمين كلي للطرق والشوارع المحيطة بها وحظر التواجد حول محيطها وكانت إجازة الدولة قد تمت استعداداتها خلال الأيام الماضية لإجراء العملية الانتخابية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم إجازة للمدارس في محافظات محلة ثانية كما أعلنت التنمية المحلية أن جميع اللجان الانتخابية قد استعدت بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى جانب معدات مساعدة ذو الاحتياجات الخاصة وكبار السن على التصويت